اشتركوا في القناة مضيفا أن الوضع في المملكة تحت السيطرة بفضل مساعدة الخدمات الطبية كما تحدث مرتضى عن عدد من مشاريع الاستثمار الكبرى التي تخطط البحرين تنفيذها مثل مشروع تطوير الناقل الوطنية طيران الخليج بكلفة ثمانية مليارات دولار ومرافق المطار الجديد بكلفة مليار وثمانمائة مليون دولار اعلنت شركة بنفت الشراكة مع شركة نفط البحرين بابكو وبالتعاون مع شركة بابكو للتزويد لتوفير خيار الدفع بالمحفظة الوطنية الالكترونية للهواتف الذكية في مملكة البحرين بنفت بي لدفع قيمة الوقود في جميع المحطات عبر بطاقة سديم مسبقة الدفع والخاصة للتزويد بالوقود وذلك بصورة الالكترونية فورية بداية من هذا اليوم وتعتزم شركة بنفت منح مستخدمي هذه الخدمة استردادا نقديا بنسبة عشرة في المئة كعرض حصري للدفع عبر محطات الخاصة بشركة بابكو وخمسة في المئة لبقية المحطات الخاصة حيث سيتم اضافة المبلغ المسترد في رصيد بطاقة سديم قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة خاصة مع قناة العربية ان بلاده ستتخذ اجراءات صارمة جدا لدعم الاقتصاد واوضح الجدعان ان حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الاساسية وبحسب الجدعان فان قيمة حزم دعم الاقتصاد المقرة حتى الان في المملكة بلغت قيمتها 180 مليار ريال وهي تشكل 8% من الناتج المحلي غير النفطي ذكرت صحيفة ذا سن ان وزراء بريطانيين سيبدأون محادثات تجارة مع الولايات المتحدة الاسبوع المقبل مضيفة ان بريطانيا اصدرت امرا ببدء مفاوضات رسمية مع الولايات المتحدة رغم جائحة فيروس كورونا من جانبها شككت فرنسا في امكانية التوصل لاتفاق تجارة اوروبي بريطاني جديد مثل ما يريد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحلول نهاية العام اعلنت شركة امازون دوت كوم توقعاتها بتسجيل اول خسارة فصلية في خمس سنوات بسبب انها تنفق ما لا يقل عن 4 مليارات دولار استجابة لجائحة فيروس كورونا وقالت امازون انها تتوقع انفاق جميع ارباحها لخطط اجراء اختبارات كوفيد 19 لعامليها وتزويدهم بادوات وقاية ودفع اجور اعلى اشتركوا في القناة